سؤال الموسم، أي لوحة ستتناسب مع المعالج الذي لديه أو المعالج الذي أريد أن أشتريه؟ حقك تسأل هذا السؤال خاصة من بعد زحمة اللوحات الدعمة لمعالجات انتل إذا كانت جيل 12 و 13 وهلأ بعد داخلين كمان على الجيل 14 بالنسبة للوحات اي ام دي الوضع سيكون أسهل شوية صغيرة بس كمان سنحكي عنهم بآخر الحل والسلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة وقبل أن أذهب إلى تشعبات اللوحات، أريد أن أشرح أول شيء كم نقطة أساسية متعلقة بالمعالجات ستساعدك كثيرا تختار اللوحة المناسبة للمعالج الذي لديك يلي هن الأحرف الموجودين بآخر أسباب المعالجات إذا كان K أو KF أو F أو من دون أي شيء بس سرعة بالنسبة لحرف K بيرمز لقدرة المعالج على كسر السرعة يعني هو معالج انلوكت بتقدر أنت تتحكم أو تفوت تشتغل بإعدادات الأنوية بسرعاتهم بالفولتية بكل هذه دور الأمور حيكون الوضع عندك سهل لأنه المعالج انلوكت وبتقدر أنت تفوت على إعدادات الأنوية وتكسر سرعتهم بالنسبة لحرف ال-F يلي هو بيرمز لعدم وجود كارت شاشة مدمج يعني مثلا معالج 13600K هيدا حيكون معالج بيقبل كسر السرعة فيه كمان كارت شاشة مدمج بينما معالج 13600KF بيدعم كسر السرعة وال-F بتعني أنه هو ما في بقلبه كارت شاشة مدمج وإذا شلنا منه K يعني شلنا منه كسر السرعة بيصير عندك معالج 13600F بس من دون K معنايا هيدا المعالج لا بيدعم كسر السرعة ولا حتى كمان فيه كارت شاشة مدمج طيب إذا شلنا كل الأحرف منهم وصار عنا معالج 13600F فقط من دون ولا أي حرف بهيدا الحالة نحنا منكون شلنا منه كسر السرعة يلي هو حرف ال-K وخلينا فيه كارت شاشة مدمج يلي هو بيرمز بإله بعدم وجود حرف ال-F يعني إذا أنت ملقيت حرف ال-F معناتها هيدا المعالج بيجي فيه كارت شاشة مدمج وأما بالنسبة لأول رقماني اللي هن 12 و 13 وهلأ كمان فيتين على الجيل ال-14 وحتى كمان عندكم الأجيار الماضية التاسع والعاشر والتامن والاحداش كل لياتهم هيدولين بيرمزوا للجيل يعني عندك مثلا الجيل 13 بيكون 13600F جيل 12 بيكون 12600F وهيدا الشي بتطبق على كل المعالجة ودعتيك هون تريك سريعة ومبسطة بس غير دقيقة يعني أنت ما فيك تعتمد عليها أنه مع كل جيل جديد القفزي بتكون معالج أداء معالج كامل بتكون قفزي بين معالج والتاني طيب شو معناته هيدا هيدا الكلام يمكن انت ضعت شوي صغيري هون دعيني بس أرجع أجمع لك ياها أنه مثلا معالج مثل الآي 5 الجيل 13 بوازع أداء الآي 7 من الجيل 12 ومعالج الآي 7 جيل 13 بوازع أداء الآي 9 من الجيل 12 وهيك تقريبا انت فيك تطبق على كل الأجيال يعني ممكن تكون النسبة أقال مثل الجيل العاشر والاحداش هيدا أسباب فشر الجيل 11 أنه قفزة الأداء ما كانت كتير كبيرة بين الجيل 11 على الجيل العاشر وممكن تكون أكتر من هيدا الأرقام مثل مثلا معالجات أو قفزة الأداء اللي صارت بمعالجات الجيل 13 مثل مثلا معالج 13600K اللي هو معالج الآي 5 بوازع تقريبا بالأداء لمعالج الآي 9 من الجيل 12 12900K بس مثل ما خبرتك أنه هيدا منا قاعدة أنت تقدر تمشي عليها وهاني بيجي دور المعالجين ليوضحوا لك قفزة الأداء بين معالج والتاني اللي تعرف أنت أي معالج تختار سعر مقابل أداء طيب لنذهب إلى اللوحات وسأحاول أن أبسط لك المواضيع للصفر يعني على قد ما أستطيع أن أبسط المواضيع حتى أي شخص يقدر يختار اللوحة المناسبة من دون أي تعقيدات تقنية بس بديك تعرف أول شيء نقطة جدا مهمة أنه أقل فئة من المعالجات مثل مثلا معالج الآي 3 بيتوافق ويركب على أغلى لوحة ممكن أنت تشوفها موجودة مثل لوحات الزد عادية ما عندك مشكلة يشتغل زي اللوز بس حتكون أنت هنا بهايدا الحالة خسران فلوس اللوحة يعني أداء اللوحة أقوى من المتطلبات للمعالج وحبسط لك إيها بعد بمثال كأنك أنت شاري سيارة فراري ومركب علي موتر كيا بيكانتور البودي الفراري حيكون مجهز للسرعات العالية جدا بكل التفاصيل يلي فيه ولكن الموتر يلي عليا شغال تمام حيقدر يحرك السيارة ومعنده مشكلة بس قدراته محدودة والسرع اللي حيمشي فيها بسيطة جدا على قد سرعات المحرك بينما البودي لا هو بيقدر يمشي لك سرعات أعلى من هيك بكتير ولكن العكس ليس صحيح يعني معالج مثلا قوي مثل 13700 ال i7 13700K أو مثلا معالج ال i9 13900K على لوحة اقتصادية هاني انت ستبدأت تواجه مشاكل كثيرة منها أول شيء الشاشة السوداء بحال مشتغل الجهاز من الأساس وتاني مشكلة ممكن تواجه شاشة زرق أو عدم استقرار المعالج بسبب ضعف أداء اللوحة بتوفير الطاقة المناسبة للمعالج أو ممكن تواجه كمان ريستارت مفاجئ وقت الضغط بالألعاب أو بالشغل بشكل عام وبيرجع هيدا كمان لنفس السبب اللي هو الطاقة اللي داخلي على المعالج هارجع عندلك نفس المسر اللي قلته قبل بس بسيناريو مختلف شوي يعني هالمرة بودي كيا بيكانتو على موتر فراري من أول دعسة بنزين حتلاقي السيارة طارية لأن بودي الكيا بيكانتو منه مجهز للقوة العالية اللي عملي قدم لك كياها موتر الفراري وهنا عمل يصير فيه خلل بالتوازن قدش أن الموتر قوي جداً قادر يشغل يعني سيارات أو بوديات بأوزين وبأحجام كبيرة بنامو البودي اللي هو الكيا بيكانتو اللي راكب عليه من فوق خفيف جداً فممكن يطير ممكن ما يتحمل هيد القوة كله ياتا فنفس الشيء انت طبوة كمان على المعالجات مع اللوحة وبعتقد أن الهون وضحت عندك الفكرة ولننتقل هلق على النقطة الثانية اللي هن الأحرف والأرقام اللي هتلاقيهم جنب اسم اللوحة أول شي في عندك الأحرف مثل مثلاً الحرف الزاد يلي هو بيرمز لقدرة اللوحة على كسر سرعة المعالج يعني بهيد الحالة بيكون بيوس اللوحة مفتوح بخيارات وإعدادات كتيرة لتقدر تكسر سرعة المعالج في عندكم لوحات زاد بتلاقي أحياناً بسعر متوسط بتكون لكسر سرعة مثلاً المعالجات متوسطة مثل الآي فايف أو الآي سافن وبالمقابل كمان في عندك لوحات من فئة زاد بتلاقيها بأسعار جنونية وعالية وبتتخطى لألفين دولار هيدا اللوحات بتكون مؤهلة بـ VRM ودوائر طاقة عالية جداً لكسر سرعة جنونية للمعالجات مثل مثلاً معالجة 13900K أو مثلاً معالجة i7 13700K معالجات الكي الـ i9 أو i7 بشكل عام بينما حرف البيا اللي بيجي باللوحات المتوسطة تقريباً فينا نقول عنها هيدا بيرمز على أنه هيدر اللوحات كمان متوسطة قوية ولكن البويس بكون مقفلة يعني غير داعمة لكسر السرعة طيب وهنا في سؤالي بيتكرر كتير أنه ليش منلاقي لوحات من فئة بي بتكون غالية جداً بالسعر ولوحات كمان من فئة بي بس بتكون رخيصة أو متوسطة بالسعر طالماً الاثنين ما بيدعموه كسر السرعة باختصار مفيد اللوحات الغالية بتكون بـ VRM عالي لاستقرار المعالجات القوية مثل مثلاً معالجات الـ i9 اللي هي ما بتدعم لكسر السرعة وبالإضافة للاهتمام بالتفاصيل يعني مثلاً عدد الـ USB إذا كان عدد الـ USB الجيل الثالث أو الـ USB-C عندكم كمان مثلاً الـ Quick Release للكارت أو لمنافذ الـ M.2 قداش عدد منافذ الـ M.2 على اللوحة الـ HitSync قداش بيكون كبير يلي موجود على الـ VRM وهذا اللي كل هيتهم بشكل عام بيعتبروا إكسسوارات ما بيفيدوا بالتوافق بين المعالج واللوحة بس حيفيدوك أنت كمستخدم يعني من بعد ما تحدد أنت المعالج ومن بعد ما تحدد الميزانية بتبلش بقى توقف على المنافس وعلى إكسسوارات اللوحة لتشوف أي لوحة حتناسب احتياجك أنت ومش احتياج المعالج قداش عندك كمية الـ USB-C اللي بدك توصلن على اللوحة قداش عدد الأمد التولي بدك تركبن على اللوحة قداش سراعات الأمد التولي بدك تركبن على اللوحة كل هادور الأمور بقى أنت بتبلش توقف عندهم من بعد ما تحدد توافقية المعالج مع اللوحة لنروح على حرف الاتش يلي هو بشكل عام بيرمز للوحات الاقتصادية غالبا بتلاقيهم بأسعار أرخص بكتير كتير من لوحات البي ومن لوحات الزاد أقصى سعر ممكن تلاقيه لأنهم بين المية وثلاثين للمية وخمسين دولار وهيدا النوع من اللوحات مناسب جدا لمعالجات مثل الآي ثري لمعالجات الآي فايف مثل مثلا ١٢٠٤٠٠٠٢ أو ١٢٠٤٠٠٠ يلي هنه معالجات غير دائمة لكسر السرعة بيشتغلوا معك تمام بدون أي مشاكل بالإضافة أنه منافذ واكسسورات اللوحة بتكون جدا متواضعة يعني عادي أنك أنت تلاقي لوحة بهتسينك جدا صغير شقفة ألمنيوم بس محطوطة على الـ VRM هذا الشي ما بأثر على أداء المعالج وعلى أداء اللوحة لأنه بشكل عام هنه عملي يحاولوا يوفروا لك بالسعر ومعالجات الآي ثري والآي فايف الاقتصادية ما هيشكلوا ضغط كتير كبير على الـ VRM وحيكون وضعهم بشكل عام تمام وهاني بيجاء عنا السؤال الثاني بحلقة اليوم هو هل عادي أنه يركب معالج Q يعني معالج قابل لكسر السرعة على لوحة B أو Hlaughs اللوحات غير قابلة لكسر السرعة أو العكس أنه انا أركب معالج غير قابلة لكسر السرعة على لوحة قابلة للكسر السرعة مثل لوحات الزل وهان الجواب يكون طبعا بتقدر، والمعالج بشتغل معك تمام، بطول ما هي اللوحة بالمستوى المطلوب للمعالج لكن الذي ستكون لديك هنا الخسارة بالفلوس، او بالنسبة للروحة او بالنسبة للمعالج ولكن بالمعالج الذي يعني انت يدعم كسر السرعة واللوحة لا ستكون انك مخسرا للقائمة كسر السرعة من المعالج يعني مثلا المعالج خللاله عندما نعطي strongest دولار بينما المعالج الذي لا يدعم كسر السرعة من دون حرف خلال 50 دولار هذه الفيديو وضع الر facts are in un stock trade بينما إذا كانت اللوحة من فئة Z وقابل لكسر السرعةieg والمعالج غير قابل لكسر السرعة هون انت هتكون خسرا نفس الايمة بس باللوحة هتكون انت رايح شارع اللوحة بتدعم لكسر السرعة من فائد زاد بس انت ما عندك معالج يدعم كسر السرعة هيشتغل اثنينتهم مع بعض بس ما هتستفيد انت بهذا الخدمية اللي اللوحة مقدمتلكها هي اللي انت دافع تمانا فلوس بس الاثنين هيكونوا ممتازين وهدول السيناريوهات بيتكرروا كتير وخاصة عنا بالدور العربية لانه بتلاقي انت فرق السعر بين معالج مثلا 13600 و 13600K يعني اللي بيدعم كسر السرعة ولي ما بيدعم كسرها حوالي مثلا بين الخمسة إلى الخمسة عشر دولار فالمعظم بروح بقول لك انه انه خلينا انا اشتري معالج كاي بيدعم كسر سرعة اخد اقوة شي موجود حاليا الفرق يعني ما هحيكونها الخمسة او العشرة دولار هي هيتا اللي حتكسرنة ويمكن ان انا اجرب كسر سرعة بالمستقبل يعني او من حيث مثلا التطوير للوحة بالمستقبل بروح بيوصل على اللوحة اللي بده بشتريها بيلاقي لوحات Z مثلاً أسعارهم غالية وبيرجع مرة تانية للوحات B يلي حتكون أسعاره متناسبة أكتر لم يزنيته وبيقول لك طب أنا ممكن طور بالمستقبل فعادي أنه يشتري لوحة Z على معالج غير قابل لكسر السرعة وعادي أنه يشتري معالج قابل لكسر السرعة على لوحة B هيشتغله تمام الإخسارة حتكون بسيطة بالفلوس وطبعاً أنت اللي بتحكم على إخسارة الفلوس قديش ستكون ببلدك وبالجمارك وبهدور التفاصيل كله طيب ولننتقل هلأ على الأرقام يلي هي موجودة من بعد الحرف إذا كان Z,B,H ستجد من بعد أنت تلات أرقام هيدر الأرقام بترمز بشكل عام للجيل يعني مثلاً عندكم Z490 هيدا هتكون جيل عاشر Z590 جيل 11 Z690 جيل 12 Z790 جيل 13 ونفس الموضوع كمان أنت تطبق على لوحات B وعلى لوحات H وهاني بيأينا السؤال الثالث لحلقة اليوم هل معالج جيل عاشر مثال بس بيركب على لوحة مثلاً من جيل 12 أو 13 الجواب حيكون واضح لا بس ممكن يكون A وركز معي هون كتير منيح لأنه أنا ما بدي أضل لك كلمة A هيدا يعني بدك تركز فيها كتير منيح لتعرف الموضوع ولتعرف تفاصيله انتل بشكل عام كل جيلين بتغير السوكت يعني مثلاً الجيل العاشر والجيل 11 كانوا على سوكت LGA 1200 فيك تركب انت عليهم معالج إذا كان جيل عاشر على لوحة جيل 11 والعكس صحيح معالج جيل 11 على لوحة جيل عاشر بينما مثلاً بالجيل 12 والجيل 13 وهلأ كمان دخلين على الجيل 14 هيدولا هيكون على سوكت LGA 1700 يعني تبه صار في اختلاف للمقاسة سوكت نفسها عدد البنات كانت LGA 1200 صارت LGA 1700 يعني السوكت كلها على بعض اختلفت فأنت ما فيك تروح تجيب معالج من جيل عاشر وتركبه على لوحة بسوكت جديدة ولا حتى كمان من جيل 11 بينما على نفس السوكت نفسه مثل LGA 1700 فيك تركب عليها معالجات من الجيل الثانيش والثلاثناش 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 اللي جايين عليه جديد. بس بهايد الحالة ممكن انك انت تضطر تحدث البيوس بس لوحك كتوافقية هتشتغل معك تمام من دون اي مشاكل. واتح تحلق عندك ليش اي ولاش لا باختصار سريع اي اذا كانت الاجيال مختلفة بس على نفس السوكت. ولا اذا كانت الاجيال مختلفة والسوكت كمان مختلفة. خليني لما لك هيد الحفلة كلها على بعضها باختصار سريع بثلاث نقاط سريعين هيكون. اول شي بتروح بتشيك انت على جير المعالج من انت لنفسها او من اي ام دي بتشوف هيدا اي جيل لانه طبعا هيكونوا هني كيتبير لك مثلا جيل عاشر احدى عشر اتناش ترجع بتروح بتشوف انت شهن اللوحات الداعمة لهيدا الجيل الخاص بالمعالج اللي انت اخترته. النقطة التانية بتشوف توافقية المعالج مع اي فئة من اللوحات اذا كانت لوحات Z اذا كانت لوحات B هاو اذا كانت لوحات H هاني بتطلع انت على موضوع كسر السرعة وعلى موضوع اذا هيدا للمعالج عندك متطلب للطاقة تروح مع لوحات عالية اذا غير متطلب لطاقة تروح مع لوحات متوسطة bringt اقتصادية وتالث نقطة هيدا بترجع لالك انت شخصيا بدك تحدد الميزانية وبتبحث عن الميزات المناسبة لالك ضمن الفئة المحددة يعني مثلا انت ميزانيتك مئتين دولار بتروح انت على لوحات ال-B ضمن المئتين دولار بتشوف اي لوحة لأنه أنت متطلباتك للـ USB عالية بتشوف أي واحدة بتقدم لك أكثر بتشوف أي لوحات بتقدم لك عدد USB إذا كان جيل تاني وجيل تالت لأنه أنت مثلا بتحتاج أمور بدي السرعات عالية بتشوف اللوحات اللي بتقدم لك USB جيل تالت وهان بقى أنت بتصير بتفوت بتفاصيل اللوحة يلي هنه ما هيأثر بالتوافقية بس هيفيدوك أنت شخصيا لحتى تسهلك أمورك أنت وتوصيلاتك على الجهاز بشكل عام واما بالنسبة للوحات AMD الوضع حيكون أسهل طبق نفس الخطوات على الضبط بي اللي حكينا نحن هلقى بلوحات Intel بس بيختلف الأسامة عندك لوحات الـ X ولوحات الـ B بس الفكرة بـ AMD إنه فيتحط لك أنت كسر السرعة على كل اللوحات أي لوحة بتشتريها من أي فئة اللي كانت فيك تكسر عليها سرعة بس حلاوة AMD كمان إنه كل عدد كبير من الأجيال لحتى لتغير السوكت يعني حاليا حيكون تركيزك على سوكت الـ AM4 اللي هي دعم للأجيال الماضية يعني إذا أنت عملت تشتري معالجات من الخمس تلاف ونزول هذول أنت بدك تروح تدور أو تعمل بحثك أنت على لوحات بسوكت الـ AM4 بينما لوحات بسوكت الـ AM5 حتكون دعمة لمعالجات الجيل سبعة تلاف وما فور وبعطية أنا من بعد هيدا الفيديو ما حتكون أنت بحاجة تسأل أي حدا عن اللوحات المعلومات كلياتها واضحة بكل التفاصيل وحتى كمان حورت بسطة على قد ما بقدر بس بحال أنت بقيت ضايع باللوحة اللي بدك تختاره للمعالج تاع على الدسكورد بإذن الله ما منقصر معك وإذا في شيء أنا سهيت عنه تحسوا أنت كمان كتير مهم تبقى تحت بالتعليقات حتى تنسبتها ويستفيد منها كل الأشخاص اللي بدين يعملوا تجميعات وإذا ما عندك أي شيء اكتب لنا التعليق الأزيز وما تنسى كمان تعطينا اللايك للألز وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس نشوفكم إذا أراد بالحلقة الجاي والسلام عليكم